إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله في خبر اليوم بغيت نبلغكم بأنه أصحاب أرباب الحمامات يطالبون رئيس الحكومة الجديد بإعادة فتح الحمامات ورفع الضرر عنهم إذن أصحاب الحمامات يستغلون فرصة انتخاب رئيس حكومة جديد من أجل مطالبة بفتح الحمامات بعد الضرر الذي تلقاه هذا القطع حيث طالب أرباب الحمامات رئيس الحكومة الجديد عزيز أخنوش بإعادة النظر في القرار القاضي بإغلاق الحمامات ارتباطا بتفشي وباء كوفيد ديزناب ودعا أرباب الحمامات في بيان لهم رئيس الحكومة الجديد إلى رفع الضرر عنهم بعد القرار الجائر القاضي بإغلاق الحمامات والدفع بهذا القطاع إلى المجهول والحكم على منتسبيه بالإفلاس والتشرين والتمس أرباب الحمامات من رئيس الحكومة الجديد إصدار قرار يقضي بإعادة فتح الحمامات التآما بالمأساة والجرح الذي خلفه الإغلاق لأزيد من سنة دون مواكبة أو دعم يذكر إذن كان خبر عاجل فيما يخص مطالبة أصحاب الحمامات رئيس الحكومة بإعادة النظر في إغلاق الحمامات حتى يتخفف الضرر عن هذا القطاع كان معكم محبكم في الله عمر من قناتكم أمار بغيف رجاء وضع تعليق والضغط على زر الإعجاب شكرا لكم وإلى اللقاء إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة شكرا لكم